موسيقى طيب اللقاتكم وأهلا ومرحبكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة والتي نبدأها كالعادة بأبرز العنوي من موقع الصحوانات اتفاق يمني أمريكي على حماية الآثار من الدمار والنهب ومن صحيفة ماري كلير البلجيكية اليمن يحتل المركز الثامن بين الدول الأكثر خطورة على حياة المرأة ومن أخبارنا المنوعة مطاردة لصوص أودت بالشرط إلى السجين أهلا بكم في تقرير نشرته صحيفة الأيام عن فقدان الأمل بالسلام وتقول الصحيفة إن صوت الاشتباكات في الحديدة يطغى على الأمل بالسلام القريب وقال التقرير إن وصول برنامج الأغذية العالمي إلى مخازن قمح في غرب اليمن أعطى الأمل بتحقيق اختراق جديد في النزاع لأن أصوات المدافع التي ترددت أصداؤها في جنوب الحديدة رغم الهدنة أوحت بأن السلام لا يزال بعيدا عن المدينة وبعد ستة أشهر من المحاولات تمكن فريق تابع للبرنامج الأممي من بلوغ منطقة مطاحن البحر الأحمر عند الأطراف الشرقية للمدينة الساحلية حيث توجد القوات الموالية للحكومة على بعد أمتار من مواقع المتمردين الحوثيين لكن غداة هذا الاختراق شهدت الحديدة يوما جديدا من التوترات الأمنية التي تصعب عملية نقل المساعدات من وإلى المدينة الخاضعة لسيطرة المتمردين منذ عام 2014 وتضم ميناء حيويا تدخل منه غالبية المواد الغذائية وقالت إيمان ستة وعشرين عاما التي تسكن في الحديدة وأنهت مؤخرا دراستها الجامعية لا أمل لا أظن أن هناك أي أمل طالما أصوات المدافع مستمرة قبل أسابيع قالت مديرة منظمة متخصصة بحماية الآثار إن ممثلي منظمتها شاهدوا قطعا أثرية يمنية تباع في دول غربية وأن الآثار التي شاهدوها في أسواق في اليمن تمكنوا من رؤيتها مجددا في بروكسل وقد تم بيعها عبر عصابات متخصصة تدار من قبل جماعات الحوثي وتنظيم القاعدة فهل تتمكن وزارة الثقافة من حماية ما تبقى من آثارنا وفقا لموقع الصحوانات اتفاق يمني أمريكي على حماية الآثار من الدمار والنهب وقال الموقع أن وزير الثقافة مروان دماج خلال اللقاء في العاصمة الأمريكية واشنطن مع مساعدة وزير الخارجي الأمريكي للشؤون الثقافية والتعليمية ماري رويس اتفقا على تأسيس شراكة مستدامة في مجال التصدي لبيع وتدول القطع الأثاري اليمنية في الولايات المتحدة بطرق غير مشروعة كما تم الاتفاق على ترتيب برامج تدريبية للكوادر اليمنية المتخصصة في مجال التنقيب عن الآثار وتوثيقها والحفاظ عليها وطبقا للموقع فقد أكدت المسؤولة الأمريكية اهتمام حكومة بلادها بالوضع في اليمن وحماية الآثار والموروث الثقافي خلال الحروب لكي لا يتعرض للدمار أو النهب من قبل العصابات المتخصصة أو التنظيمات الأرهابية نخب الشرعية ما بين البحث عن ضحية والبحث عن السراتيجية تحت هذا العنوان كاتب ياسين سعيد نعمان مقاله الذي تنشره بالقيس يسعى الانقلابيون الحوثيون في ظل المعطيات الجديدة بكل الوسائل إلى الدفع بالأمور نحو تجميد العمل العسكري على الجبهات وخاصة تلك التي شكلت ضغطا كبيرا عليهم وذلك عبر الاستعانة بتداعيات الحرب في الجانب الإنساني ليتفرغوا لمسألتهم الأولى إحكام قبضتهم على مناطق سيطرتهم ومواجهة الانتفاضات الشعبية في هذه المناطق والثاني الانتقال للعمل السياسي الخارجي لتسويق انقلابهم كأمر واقع مستندين في ذلك على عنصرهم أولهما الجانب الإنساني الذي يتفاقم باستمرار هذا الوضع المائع اللا حرب ولا سلم والثاني تراجع العمل العسكري بتأثير الضغط الدولي في إحداث اختراق يجبرهم على التفاوض الجد من أجل السلام مقابل هذه الاستراتيجية لا يبدو أمام الشرعية وتحالف دعمها من خيار سوى تنشيط العناصر الأساسية والفعالة في مواجهة هذه الاستراتيجية وفقا لخطة شاملة تعيد إحياء قضية استعادة الدولة كمسألة غير قابلة للمساومة حتى لا تضيع في مراجعات تائها كالتي يراد فرضها الآن في تنفيذ اتفاق ستوك هولم كما أن على النخب المنضوية في إطار الشرعية أن تغادر العادة القديمة في البحث عن ضحية لتلقي عليه المسئولية وكأن مهمتها تقف عند هذا الحد لن يكون بإمكان أي منها أن تقفز برعونة لتقييم الآخر دون أن تبدأ بتقييم نفسها أخطر ما في المسألة هو أن يتمكن الانقلابيون من تجميد العنصر الفاعل في استعادة الدولة ونقلها إلى معركة سياسية خارجية فاقدة لجذره الحقيقي وبحضور لتداعياته فقط وما ترتب عليه من نتائه في مجتمع ذكوري ومحافظ كاليمن لا يبتلع الناس فكرة نجاح النساء في مجال الأعمال وقيمهن بتأسيس مشاريع خاصة بهن كما يقول موقع المشاهد نت في مستهل تقرير خاص بعنوان يمنيات يبرعن في مجال الأعمال في زمن الحرب وتروي نساء لموقع المشاهد كيف استطعنا من خلال مشاريعهن الصغيرة النجاح ومنح فرص عمل لغيرهن من النساء والرجال وسط تحديات كثيرة أبرزها العنف والحرب الدائرة هناك منذ أكثر من أربعة عوام من هذه النساء ابتسام الشرجبي التي لم تستسلم لظروف النزوح التي عاشتها منذ أن أجبرت على مغادرة منزلها في مدينة تعز قبل نحو عامين لتتوفق في تأمين مصدر رزق لها ولأسرتها المكونة من سبعة أولاد وبنات وزوجها واضطرت المرأة الطموحة التي تتكفل برعاية أسرتها للنزوح إلى العاصمة الصنعاء بعد توقف صرف راتبها وراتب زوجها الحكومي كمعلمين واشتدت المعارك الدامية في مدينة تعز المضطربة وتقول الشرجبي للمشاهد في البداية سكنت مع أبنائي لأيام عند أقاربي ثم في منزل بالإيجار بحكم أن أسرتي كثيرة العداد واجهت صعوبات كثيرة في الإنفاق على أطفالي وسداد الإيجار ابتسامة التي تحمل مؤهلا جامعيا في مجال التربية وعملت معلمة في تعز لمدة 30 عام تقدمت بطلب إلى مديرة إحدى المدارس للعمل معلمة بحكم تخصصها بعد أيام من وصولها صنعاء لكن طلبها رفض بسبب كثرة المعلمات في تلك المدرسة الأمر الذي دفعها إلى البدء بمزاولة مهنة شراء وبيع الاكسسوارات للطالبات في المدرسة قبل أن تتحول إلى بيع الساندويتشات والعصائر في المكان ذاته بالتزامن مع عملها ذاك التحقت بمنظمة مجتمع مدني وتعلمت كيفية تحضير البخور والعطور وحازت على المركز الأول بين المتدربات قبل عام وتم تكريمها بسلتي بخور وعطور بدأت بهما شروعها الجديد وتحولت بعد ذلك إلى مدربة في المنظمة ذاتها تساعد النساء على كيفية إعداد البخور والعطور كاريكاتورو الدكتاتور المخلد في الحكم تحت هذا العنوان كتب مالك التوريكي مقاله في القدس العربي مضيفا من الأقوال الشائعة لدى الكثيرين أن الطغاة سوف يذهبون إلى مزبلة التاريخ وأن الشعوب سوف تنتصر حتما طال الزمان أم قصر من لزميات ما يوحي به هذا الاعتقاد الذي يأخذ الرغبات مأخذ الحقائق أن الظلم والطغيان والإجرام تبدو مجرد استثناءات في الواقع الإنساني أما العدل والإحسان والبر وأغير ذلك من الفضائل فهي القاعدة الثابتة الكثيرون تكهنوا في العامين الماضيين بقرب نهاية ولي العهد السعودي كما تكهنوا طيلة العوام الثمانية الماضية بسوء مصرع سفاح دمشق وقبل ذلك كان الاعتقاد الشائع أن مبارك وبن علي سوف ينالان جزائهما إما في محاكمة عادلة أو في نهاية مخزية ثم تكاثرت التكهنات بأن شخصية كاريكاتورية مثل السيسي من غير الممكن أو من غير المعقول أن يستمر في الحكم طويلة لا يعرف لهذا الاعتقاد الشائع عندنا نحن العرب معادل أو مشابه عند الغربيين بل على العكس إذ يكاد يكون هناك إجماع بين مفكرهم ومؤرخيهم على أن الديمقراطيات الليبرالية هشة سريعة العطب وقابلة للموت وأنه يمكن للديكتاتوريات التفوق بل والتغلب عليها بفضل قلة الجدل ووحدة الصف وسرعة القرار والتنفيذ هذا وإننا لمنا المؤمنين بأن الحريات هي من الحقوق التي منحها الله سبحانه لكل إنسان وأن أفضل أنظمة الحكم هو النظام القائم على العدل السياسي والقضائي وعلى العدالة الاجتماعية والاقتصادية ولكن ذلك لا يمنع من تقرير حقيقة مشهودة أن الاعتقاد الشائع عندنا بأن الغشوم لا يدوم وأن الحقود لا يسود وأن الصراعات والثورات لابد أن تنتهي بانتصار الحق والعدل إنما هو للأسف الشديد كلام لا تصدقه الوقائع نعمل في السر بهذه الجملة حاولت صحفية تقيم في صنعاء أن تختصر الواقع الذي تعيشه عشرات الصحفيات اليمنيات في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشة الحوثيين وتعنون صحيفة العرب الجديد الصحفيات في صنعاء عودة للعمل السري لم تكد الصحفية الشابة تبدأ حديثها للعرب الجديد حتى اشترطت عدم ذكر اسمها خشية تعرضها للأذى أو ربما للخطف من قبل الحوثيين وخوفا على حياتها وأهلها من جماعة لا تحترم الإنسان قبل مهنة الإعلام كما تقول الصحفية أيضا أغلق الحوثيون منذ سيطرتهم على العاصمة اليمنية الصنعاء في سبتمبر أيلول عام 2014 عشرات البقارة الإعلامية بعد اقتحامها ونهب ما بداخلها واضطر العديد من الصحفين والصحفيات للفراري من المدينة خوفا على حياتهم وفقدت معظم الصحفيات عملهن في مكان النزوح إلى مدن أخرى أو الهجرة خارج البلاد هو خيار أخريات بعدما ضاق بهن الحال وفقدنا مصدر رزقهن خصوصا أن الكثير منهن كنا يقمنا أو يقمنا بإعالة عائلاتهن تقول الصحفية أصبحت مهنة الإعلام رعبا يلاحقني من مكان إلى آخر داخل العاصمة صنعا ما إن يقام أي اجتماع مع صحفينا إلا وتجد الأمن القومي والزينبيات قوى نسائية تابعة للحوثيين تحيط بك من كل جانب وهذا ما حدث معي في لقاء جمع عددا من الصحفيين في جولتنا بين الصحفة الناطقة باللغة الفرنسية نطالع من صحيفة ماري كلير البلجيكية المهتمة بأمور المرأة ما جاء في تقريرها الخاص بمناسبة احتفاء المرأة بيومها العالمي وعنوانة الصحيفة الثامن من مارس البلدان العشرة الأكثر خطورة للمرأة وقلت الصحيفة في تقريرها المترجم لقناة بلقيس إذا رأينا أن حالة المرأة في أوروبا الغربية قد تغيرت منذ عقود فليس الأمر كذلك في معظم بلدان العالم لقد كان من المهم لنا أن نقيم الدول التي لا تتمتع فيها المرأة بنفس الحرية في العيش كما نفعل لذلك أخذنا ترتيب الدول العشر الأكثر خطورة الذي قامت به مؤسسة تومسون رويترز حيث يضع التصنيف قائمة بحالة المرأة في العالم في عام 2018 ومن أجل تنفيذ ذلك تم أخذ خمسة معايير بعين الاعتبار هي الوصول إلى الرعاية الطبية والتمييزات المختلفة والتقاليد التقافية والعنف الأخلاقي والجسدي والتحرك الجنسي والإتجاري بالبشر شارك فيها أكثر من خمسمائة وخمسين خبيرا في هذا الترتيب من خلال الإجابة على العديد من الأسئلة في كل مجال وتمت مقارنة هذه الإجابات لتحديد هذا الترتيب في المرتبة الأولى نجد الهند ذلك البلد الذي أصبحت النساء فيهن الأكثر عرضة للخطر في العالم تقدر تافع العنف ضد المرأة بنسبة 83% وفقا للحكومة الهندية يتم الإبلاغ عن أربع حالات اقتصاب كل ساعة من يصدق ما سنقوله الآن لكنه للأسف يحدث في الهند أيضا ما يزال يحدث وأد البنات والهجمات الحمضية وغيرها من تقاليد أصبحت روتينا يوميا لبضعة آلاف أو لبضعة آلاف من الفتيات إلى جانب الزواج القصري والقيود الثقافية وإذا ما عدنا من الهند إلى الدول العربية نجد أن اليمن وفقا لتقرير يحتل المركز الثامن بين الدول الأكثر خطورة لحياة المرأة ويعتبر اليمن مكونا خطرا على النساء فالرعاية الصحية من عدمة أو معدومة وتصف التقاليد الثقافية القديمة بأنها خطرة وتحتاج النساء للمساعدة على وجه السرعة بسبب الأزمة الإنسانية التي تمر بها البلاد أما السعودية فقد احتلت المرتبة الخامسة من المحتمل أنكم سمعتم في وسائل الإعلام بأنه قد سمح للنساء أخيرا بالقيادة في هذه الدولة منذ الرابع والعشرين من يونيو وحتى لو كان هذا الجهد من جانب الحكومة يمثل خطوة صغيرة نحو حادثة معينة فلا ننسى أن النساء هناك دائما يعيشنا تحت وصاية أحد أفراد سورتهن الذكور في الواقع لا يمكنهن السفر ولا العمل دون إذن منه حرب عالمية تنتظر رقمها تحت هذا العنوان كتب عبد الرحمن شلقم مقاله المنشور في الشرق الأوسط مضيفا تتدفق الأحداث السياسية والعسكرية والمالية عبر القارات الدول العظمى ترسم دوائر مصالحها بحبر القوة التي تشير إليها قرون استشعارها الأمنية الوجود الروسي والصيني المتعظم في فانزويلا يدخل في دائرة الحساسية الأمريكية ليس من المنظور التجاري فقط بل بحسابات استراتيجية شاملة هذه المعايير تنطبق بالقدر نفسها على الرؤية الروسية فعندما تحرك حلف الناتو مقترما من الحدود الروسية أعادت موسكو ترتيباتها العسكرية وقامت دون تردد بقدم جزيرة القرن من الكيان الأوكراني واندفعت بكل قواها العسكرية إلى سوريا في أكبر حرب تخوضها روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي الذي تنرنح في أفغانستان قبل أن ينهار من داخله هل تكون فانزويلا هي سوريا الأمريكية؟ نعم وإن كان سلاحه في هذه المواجهة من عيار آخر طبول الحرب لها رانين في أكثر من قارة لكن ما ارتفع منها في الأيام الماضية يوحي بتطورات ساخنة بين العملاقين أمريكا وروسيا لقد صار الصدام استراتيجيا بعد أن أعلنت الولايات المتحدة إيقاف العمل باتفاقية الحد من الأسلحة الصاروخية اختلفت الأسباب وتنوعت القوات الحربية للأطراف المتواجهة مع وجود رئيسين في الكراملين والبيت الأبيض بمواثفات تختلف عن تلك التي كانت لدى من سبيقهما وبروز الصين كقوة ضاربة تتحرك بهدوء ولكن بقوى ذات أبعاد دولية وتقتحم مناطق لم يكن لها وجود فيها في أفريقيا وأمريكا اللاتينية الحرب العالمية التي تدور اليوم بين قوى تمتلك أسلحة دمار شامل رهيب نسمعها ونتابعها وإن كنا لا نرى دخان مدافعها هي حرب من نوع آخر في عالم بقيادات من صنف جديد حرب تنتظر رقمها على قائمة الحروب التي جهدها العالم وتحديدا في القرن الذي مضى أصدرت محكمة سويسرية حكما بالسجن مع إيقاف التنفيذ على شرط سويسري بسبب تجاوزه السرعة المسموح بها أثناء مطاردته للصوص مشتبه بهم ولكن لماذا يخالف الشرط على الرغم من أن تلك المطاردة كانت جزءا من عمله وعنون موقع الدي دابليو مطاردة لصوص أودت بالشرط إلى السجن وقال الموقع أنه ألقي القبض على الضابط الذي كان يقود سيارته بسرعة أو بسرعة 126 كيلو متر في الساعة داخل مدينة جينيف في عام 2017 وأصدر القضاء حكما بأن مطاردة الشرطي أو الشرطة ليست سببا للإعفاء من الالتزام بقواعد السرعة الصارمة في سويسرا لأن الضابط كان يحاول فقط القبض على اللصوص دون مراعاة حياة المرة وليست هذه هي المرة الأولى التي تضع فيها المحاكمة السويسرية قيودا على مطاردات سيارات الشرطة وأجدت المحكمة العليا في البلاد غرامة مماثلة على ضابط آخر في جينيف عام 2017 قائلة إن الشرطة لا يجب أن تعرض حياة الآخرين للخطر على الطريق عندما يقوم ضباطها بالسير بسرعة باسم القانون الكثير من من عاصروا ازدهار مجلة ماجد ما زالوا يذكرونها جيدا وفقا لصحيفة الحياة فإن المجلة تحتفي بمناسبة مهمة ماجد تحتفي بعيدها الواحد والاربعين وتحتفي المجلة ماجد تابعة لأبو ظبي للإعلام في العدد الفين وثمانية وثمانين بعامها الحادي والاربعين من خلال الافتتاحية كتبها أحمد عمر أول رئيس تحرير لها كاشفا سر النجاح المجلة الذي يرجع إلى الجهد الذي يفذله مئات الكتاب والرسامين والفنانين الذين اشتهدون ليقدموا للقراء عصارة أفكارهم بأسلوب شائق ولغة عربية فصيحة ورسوم معبرة ليقرأوا ويطلقوا خيالهم وتضيف الصحيفة المجلة التي تستهدف اليوم جيل الألفية الثالثة أمام منعطف تطوير كبير يطال المحتوى والإخراج استعدادا لإطلاق مرحلة جديدة من عمرها تتلاء مع متطلبات هذا العصر ولم تعد تصل المجلة إلى أطفال اليمن فقط لم تعد تصل إلى أطفال اليمن فقد منعت ميليشيا الحوثي دخول المجلات والصحف العربية إلى البلاد قبل أن تتطور الحرب وتتسبب بقطع الطرق وتوقف الرحلات الجوية عوضاً عن ذلك تحاول ميليشيا الحوثي إصدار مجلات طائفية للأطفال الكثير من الأحداث التي وثقتها أو الذي وثقها المصورون في مناطق مختلفة من العالم نطالعها من صحيفة الجارديون البريطانية ترجمة نانسي قنقر ماذا تقول لنا ريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكركاتير التي تنشرها الصحف نتابع اشتركوا في القناة بهذه الرسوم الكريكاتورية نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر